بسم الله الرحمن الرحيم كان لنا اللقاء مثل هالتوقيت بعد دور العقادة الأول وتكلمنا عن القضايا المنظورة في المتوقع إطاراتها في دور العقادة القادم وأذكر أني قلت فيه خمس إلى ست استجوابات ومن ضمنها وزراء سيادة وحتى الشيوخ لو ما فيه أحد محصن منهم قد تكون هناك استجوابات الشيوخ في المرحلة القادمة وفعلا صار حصل هذا الأمر أيضا الآن نتكلم عن المرحلة القادمة في دور العقادة القادم اللي متوقعين أنها راح يكون تقريبا بنهاية شهر عشرة متوقع 23 أو 17 عشرة وفيه غضايا مهمة أثيرت في هذا الأمر بداية أنا راح أتكلم على قانون التقاعد المبكرة أو اقتراح بقانون التقاعد المبكرة أنا قلت لكم بالجلسة وكانت عندي جرأة أني أصوت ضد المادة الرابعة لكن ما صوت ضد القانون القانون صوت معه لكن المادة الرابعة اللي أنا قلتها بالجلسة والتسجيل موجود الفيديو بالجلسة وبر الجلسة كان لتصريح أن المادة الرابعة أصلا ما هي موجودة في الاختراح اللي هي إلغاء المادة 76 من قانون الخدمة المدنية اللي هو التقاعد في فك العام قلت هذه ما لها علاقة بالتقاعد مبكرة هذه المادة أضيفة لاحقا وله موجودة أصلا كانت في الاختراح وقلت هذه المادة اللي راح تعيد القانون إذا كانت هناك رؤية خنمرر القانون والمادة هذه نستبعدها ونحطها بقانون لاحق ونصوت عليه لكن إن المادة هذه تدخل في قانون التقاعد المبكر راح يرفض القانون كاملا فلا تعطونهم فرصة يردون قانون التقاعد المبكر بإمكاننا نحن نفصل بين هالمادتين لكن للأسف صوت المجلس بيبقاء المادة الرابعة اللي هي إلغاء المادة 76 من قانون التقاعد المبكر في هذه الجلسة وكانت عند الجراء أني أنا أصوت ضدها وعند الجراء أني أقول مبرراتي عشان ما يتعطل قانون التقاعد المبكر وهذا اللي حصل ورد قانون التقاعد المبكر وردت الحكومة وأنا أقولكم بوجود المادة الرابعة ما راح يمر اللي قاعد يحصل الآن كلها تخدير للناس مثل ما قلت لكم من قانون ما راح يمشي أنا أقولكم وفق هذا الأمر ما راح تمر المادة ولا راح يمر قانون التقاعد المبكر وكلها تحت التخدير أقل شيء ممكن تسوي الحكم أن تروح إلى حكام الدستورية وهذا واضح من كتاب الرد من بين السطور واضح أنها أشارت في عدم المساواة وهذا تدخل في اقتصصاتها وهذا الأمر يدعو يعني ممكن يؤدي إلى عدم الدستورية أقل شيء ممكن تروح به عدم دستورية وذلك الساعة تنطر سنة سنتين في عدم دستورية أنت هدورون عقاد ولا فيه تقاعد مبكر لذلك أنا بريد متجمد دام الناس اللي قاعد يصير غلط تابون المادة 76 افصلوها بروحها وخا نصوت عليها وأنا راح أصوت معها مع إلغاء هذه المادة لكن ما يصير حطها في نفس القانون وعط القانون كامل عشان المادة هذه ما راح تستفيد الناس وما راح يستفيدون الأخوة المتقاعدين وقد وأنا قلت الكلام هذا في الفترة الماضية لذلك أنا بريد من أي موقف يحصل إذا لجأت الحكومة للمحكمة الدستورية حسب ما قريناه من الكتاب الرد واضح أنها ستلجأ إلى محكمة الدستورية لذلك يجب أن يكون هناك تحرك جدي لإقرار هذا القانون واستبعاد هذه المادة وتطلع بقانون لوحدها ونصوت على هذه ونصوت على هذه لكن للأسف ما صار هذا الأمر وأنا صرحت فيه بالجلسة وصلحت فيه بره الجلسة والفيديوهات موجودة وقلت راح يرد هذا القانون وحصل الأمر هذا لذلك قانون تقاعد مبكر يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة من الأخوة النواب يجب أن تكون هناك رؤية واضحة ويجب إذا تمون تمشون قاعد تقاعد مبكر أو تمون تمشون مادة 76 فيما يتعلق بوزير النفط الأخ وزير النفط أنا أعلنت أن استجوابي راح يكون بشهر 12 بالكثير شهر واحد وأنا ما زلت عند كلامي وحتى نبي نعطي فرصة للأخوان اللي يقولون أربع شهور لما كان في الاستجواب الماضي ما أخذ فرصة أعتقد شهر 12 واحد يكون طافلة سنة فما أحد يقدر يجي يقول ما أخذ فرصة لا سنة كافية سنة كافية لإصلاح فيك غيره كثير من الوزراء ما أخذوا سنة فهذه الحجة راح تنتهي والتراهل في القطاع النفط كبير والتجاوز في القطاع النفط كبير والفساد في القطاع النفط كبير كذا الوزير مقادر عليه يمشي وإحنا قلناها لهم أول أمر بس إحالة القيادات اللي تجاوزت السنة تقاعد يعني هما ما عندهم يعني حصانة غيرهم عن الناس وصل السن يمشي لكن اللي نسمع الآن إن القيادات الطالبين تمديد خمس سنوات يقولون لأنه مصفات ما دري فيه تنام أو المصفات الرابعة تبي تشتغل ونبي نأخرهم شوي وبعد خمس سنوات يقولون لك والله نبي نشغلها هذا لعب الأخ نزار العدساني ومجلس الإدارة هم من سنوا هذا القرار هم من سنوا ثلاثين سنة وطبقوا على غيرهم لما أعزلوا كفاءات كانت يعني في قمة عطاها حتى ثمانة وعشرين سنة ما وصلت الأخ ناصر مضاف ثمانة وعشرين سنة العضو منتدب للتسويق كان من الكفاءات الشابة ثمانية وعشرين سنة شالو لخ علي الهاجري العضو منتدب للشؤون الإدارية والمالية وكان يعني خبرة وكفاءة يحتاجها المؤسسة حالوه على التقاعد ثلاثين سنة والأخت الشيخة رشا شد الصباح أيضا حالوهم تقاعد أوكي طبقوا نطبقونه وتقول ثلاثين سنة طبق طبق عليهم هذا الاقتراح اللي طبقوه مجلس مؤسسة هذا اقتراح نزار حت ثاني طبق على نفسه مو لم يجي عند نفسه الحين يقدمون تمديد لذلك من أول شروطنا عدم التجليد للقيادات الانتهت عدم التجليد للقيادات الانتهت مدتهم حالهم حال المواطنين العاديين حالهم حال غيرهم لذلك هذا أحد الأسباب الرئيسية في استجوابنا لوزير النفط إضافة إلى أسباب أخرى وضحناها للأخ وزير النفط قادر على أن سكر هالملفات قبل شهر واحد أو 12 جزهر الأخير ونقول له مشكور والناس يعني تستحق وتتأمل منك هذا الأمر مو قادر لا والله احنا ما اضطرين احنا نستجوب هو استجواب شخصي مو شخصي استجواب على العمل وعلى وظيفته الأخ وزير المالية كان لي حوار معاه بأول ما جاء الوزارة وتكلمت له عن التجاوزات في الكويتية وتكلمت له عن التجاوزات في كاسكو وما صرحت قبل هالمرة وعدني أنه سيقبل استقالة أو يحل مجلس إدارة الكويتية وبلغني بالتاريخ قرح بعد شهر بالضبط أو شهر خمسة سابيع بالتاريخ الفلاني رح أعين مجلس إدارة جديد كان بإمكاني لما عرفت أنه بيغيرهم أطلع وأقول على وزير المالية أني يغيرهم عشان لما يغيرهم أنا أطلع بطل لكن هذا مطبي سكت وقلت لكاسكو مجلس إدارة كاسكو قال مجلس إدارة كاسكو مجلس إدارة الكويتية هو اللي يقدر أنه يقيلهم أو يقبل استقالاتهم أي أعين كان قلت له خلص ننطر مجلس إدارة الكويتية الجديد ونشوف شنو يسوي على كاسكو على القرض اللي خذوه في صباح السالم العمارة اللي في صباح السالم وأجروها وقلت له مجلس إدارة كاسكو لا يملك التأجير يشتري عقار ويأجر ما يملك ممكن يشتري عقار لخدماته أو الموضوعين لكن يشتري عقار عشان يأجر على الكويتية ما يملك خالف خالف النظام الأساسي وبلغت الوزير في هذا الأمر واستغرب إن هذا الأمر صار وبلغت اللعبة اللي صارت والعقد اللي وثق صار فيه واشلون الكلام صار والنقل كلام غير صحيح في عقد التوثيق وبلغت الوزير في هذا الأمر وكان يفترض على الوزير إنه يتخذ إجراءه وقال لي رح يتخذ إجراءه فيهم أتفاجأ الآن إنه بالدلمة يقبل استقلاتهم أو يقيلهم يعين رئيس مجلس إدارة جديد ويخليهم هذا مو صحيح الكلام هذا إذا معنات الآن لازم ننبه الوزير على أمر آخر نبحته عليه قبل هالمرة حوادث كاسكو في الطيارات ثلاث مرات صارت في شهر 11-2017 وشهر 2-2018 وشهر 7-2018 اللي فات هذي شنو عبارة هذي سيارات التموين الغذاء مالة كاسكو اللي تموم فيها الطيارات ادعمت ثلاث طيارات كوتية ادعمتها من الباب الخلفي لما تدعمها من الباب الخلفي يصير مشاكل الطيارة أكبر لأن الأجهزة كلها بالخلف شلون تدعم هذي يمشي يوقف قبل الطيارة بمترين وبعدين يوقف ويدز السلم وعلى الباب ويدز الأكل لكن تدعم الطيارة ولما تشوفون الحوادث تلقاها اصطدام قوي كأنه يمشي 120 داخل المطار شلون والمعلومة اللي عندي أن واحدة من السيارات التموين من كثر ما هو مسرع داشمن تحت الطيارة ورجع ورجع ودعم الطيارة مرة ثانية مصخرة مصخرة وصارت الآن مرة ثانية في شهر سبعة المرة ثانية في شهر سبعة هذي شو ترتب عليه ترتب عليه وقف الطيارات إذن عندك خسائر عندك خسائر مالية كبيرة إضافة للإصلاح العطال بس شوفوا التوقيت شهر 11 قبل رأس السنة بشهر شهر اثنين بالعيد الوطني ويوم كل العطلات شهر سبعة بداية الصيف شوفوا التوقيت الحوادث وانا وجهت أسئلة للوزير قلت أنا بس أسئلك سؤال كاسكو كم طيران تمول حسب معلوماتي تمول أغلب شركات الطيران قلت لزين كم حادث صار حسب معلوماتي ثلاثة زين من هي الشركات التي تضررت من الحادث حسب معلوماتي بس الكويتية يعني هالسواقين هالدراويليا ما يدعمون للطيرات الكويتية ما شبنا طيرات العالمية داخل مطار الكويت يدعمونها إذن الأمر في ريبة والقضية قد تكون قضية أمن دولة وأمن وطني وأمن قومي هذه مو قضية مخالفة عامل يسوق ويدعم عادي وتقول لي مخالفة هذه قضية أمن دولة تفتح فيها قضية وتحيلها للنيابة أمن دولة أصلا الإضرار بالأمن القومي ومصرحة البلد العليا هذا أول إجراءة تتأخذه قبل لا تحيلهم قبل لا تقيل مجلس الإدارة ما تمر مرور الكرام هذه ووجهت لأسئلة أنتظر إجابته كم حادث وشيني شركات الطيرانة تضررت وشنو سويت الإجابة راح تكون مفاجئة حسب معلوماتنا ما شفنا غير كوتية من سيارات التموين ما شفنا غير كوتية لتضررت معناته قد تكون بفعل فاعل مقصودة للإضرار بالناقل الوطني شنو دورك ولا شي مجلس إدارة كاسكو أخذ قرض من أحد البنوك بالملايين بفايدة 4% وحط وديعة في نفس البينك بـ 2.5% فهموني شون تصير هذه أبي أفهمها المعادلة هذه هذه معلومة وصلت ودزيت فيها كتاب للوزير سؤال انصح هذا الأمر إقالاتهم ما تكفينا تحويلهم النيابة أول شي يقدم قرض فايدة 4% وحط وديعة في 2.5% شا استفدت انصح هذا الأمر مش إقالاتهم الحالاتهم للنيابة قبل إقالاتهم أنا وجهت فيها السؤال خلي جاوب لي يقول لي هذا صحيح ولا من صحيح خلي جاوب لي القرض صحيح بالفايدة 4% ولا لا خلي جاوب لي هل هو المبلغ وديعة لحظة هذه المؤتمر ولا لا بـ 2.5% الأخ وزير المالية أنا التزمت معاك أني ما أثيري الموضوع لمدة 7-8 أشهر لأني ما أبي أتكسب في من وراها كنا نبي نصلح وما أتكلمت عن الكلام اللي صار بيني وبينك وما قلت أني أن كنا متابعين تعيين مجلس إدارة جديد وحل مجلس إدارة سابق وقالت مجلسي كاسكو ما قلت هالكلام لكن لما توصل الأمور لهذه المسألة وشوف الوزير متراخي عن أداء عمله يقول له لا بريك لا 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 بريك بريك ولازم تعرف أن العيون مسلطة عليك شنو راح تعمل في الأربع عشر هذه وعرف أن الموضوع أصبح جدي أنت وغيرك من الوزراء دور العقاد القادم دور حاسم لا في ضحك ولا في شي واخدت فرصتكم كاملة واللي ما يبيشتغل واللي ما يبيينجز واللي ما يبيرد على الأسئلة واللي ما يبيحترم النواب مصيره معروف احنا ما طلبنا شي كل اللي نقوله إذا كانت أسئلتنا وتساؤلاتنا صحيحة أصلح عندك ثلاث أشر أصلح بس إذا طاف ثلاث أشهر ما أصلحت لا أكلوا منه كلامنا ما فيه غلط ما قلنا شي ما قلنا شي روح اشتغل ثلاث أشهر أربع أشهر أصلحوا لكن إذا ما أصلحت ولا تلمونه وأنا قلت للأخوة النواب لا تعتقدون إذا الوزير يضحك معاك إنه رفيجك ترى باشري إذا ما نجحته ولا مدير إدارة ما يعطيكم وجه ولا مدير إدارة ما يعطيكم وجه هذه ضحكة لحماية أنفسهم لكن ما يضحك علينا ونضحك على الناخبين لا يضحك معايا ويضحك معاه لكن وقت الجد جد وقت الجد نوقفك عند حدك والوزير اللي ما يقوم بواجباته رح نوقف عند حده وهذا التدمر مو مني والله والله أنا قعدت الحين مع اثنين ثلاث نواب تدمر كبير من غير الاتصالات اللي قمنات تدمر كبير من النواب في المرحلة القادمة لذلك أنا أتوقع أن استجوابات رح تكون كبيرة ورح يكون هناك يعني العداد كبيرة حتى موقعين على طرح الثقة ولا يعتقد أي وزير إنه بمأمن أي وزير لا يعتقد إنه بمأمن استجواب محمد العبدالله دخلتوا الاستجواب تقولوا ما فيه ستة يوقعون طرح الثقة قبل ساعة 12 بالليل كان الوزير طائر سلمان الحمود قلتوا ما فيه ثلاثة أربعة قبل الساعة 12 بالليل كان طائر لا تعتقدون إنه ما فيه لا فيه كل استجواب مستحق الوزير ما يجاوب على الأسئلة وما يقوموا باجبة بالثلاث أشر فرصة نهائية وهذا الكلام المجلس وزراء باشر اجتماعهم سمو رئيس الحكومة باشر اجتماعك مع الأخوة الوزراء نبههم وقد أعذر من أنذر خلي يجاوبون على الأسئلة إذا أسئلتنا صحيحة خلي يتفادون الخطأ ما عندنا مشكلة والصحيحون الوضع وندخل دور العقاد الجاي ما عندنا شيء لكن إذا ما نصلح الوضع لا يلومون إلا نفسهم ولاحد يقول ليش استجوبت وأنت تقصد وما تقصد آخر شيء الأخ وزير التجارة يمكن كانت لي تصريح أنه قد يكون هناك مستجوب بن مستجوب بن مستجوب وكل يعرف أني مقصود فيه الأخ خالد الرضان لما قلت مستجوب بن مستجوب بن مستجوب هو أول ما دخل الوزارة كان يقولون وزير بن وزير بن وزير ما ضرته ولما نقول وزير مستجوب بن مستجوب بن مستجوب ما يضره ولا ينقص من قدره خالد الرضان أنه يكون مستجوب حتى العبارة لا تنقص من قدره وأبوه الأخ ناصر الرضان من خيرة الناس خلقا وتعاملا ولا ينقصه أيضا الاستجواب اللي صار وجدهم عبدالله الروضان حتى الاستجواب اللي قدمه ما ينقصه يكفيه فخر انه كان سبب في انضمام الشباب الرياضي الكويتي لمؤسسات الرياضية العالمية يكفيه فخر انه لما قالوا له المنظمات الدولية تابون تشاركون في المكسيك في مؤتمر المكسيك عدل نظمك الوائحك ما كابر وقال سيادة وقانون لا عدل قال حاضر عدل شمشكلة هذالي الناس المخلصين عدل القوانين وفي مؤتمر المكسيك انضمت الكويت للحركة الرياضية الدولية هذا يحسب للاخ يحسب للمرحوم عبدالله الروضان بالتالي الاستجواب ما ينقصهم في هذا الامر وهذه رسالة للي يعتقد اني في انتقاص شخصهم لكن هي وقع مثل ما كانت في واقعة وزير بن وزير بن وزير هو ايضا مستجوب بنستجوب قد يكون مستجوب بنستجوب هي وقاع لكن ما تنتقص منهم لذلك الاخال دول روضان ايضا من ضمن الوزراء اللي مصلط عليهم الضوء بالنسبة لي انا بالذات في المرحلة القادمة حوادث طريق 306 الوفرة من السيارات والشاحنات وراحت ارواح ناس كثيرة وتعطيل السير وغيره وغيره تضح سببها اربع كسارات ولما طلعت مع الاخوانة هالي المنطقة ورحنا شفنا الكسارات ومنعنا السيارات بالقوة حطينا لنها مخالفة للقانون لا عندهم تصريح لا عندهم طريق معبد لا عندهم موافقة داخلية لا عندهم موافقة التجارة لا عندهم موافقة لا هي العامة للصناعة ولا هي عامل البيئة فصاروا الناس حطوا سيارات وقالوا هذا اللي بيذبحوننا الشحنات تطلع من نص الطريج اتضح شنو ان اربع كسارات تراخيصها من تهية ووزارة التجارة ما قامة في الدورها وتخليها تشتغل ذلك وجهت اسئلة شنو سويت لها تعتقد الموضوع انتهى بالنسبة لنا شلون طافت المدة وهما يشتغلون هذا ما العام هذا ما العام اللي قاعد يحفرونه ياخذونه ملعام رديت الفلوس وقعت عليهم جزاءات شنو سويت لهم هذا من ضمن اسئلتي لله خالد الروضان العقارة الوهمية والبيع والشركات اللي قاعد تنباع وتتسوي معارض وتاخذ رخصة وانرقابة وزارة التجارة عليهم ملايين للمواطنين ضاعت هالمؤتمرات هذه ما تصير الى موافقة وزارة التجارة شلون صارت ليش ما تبعت الأسماء للشركات ليش ما تبعت الحالة المالية للمتقدمين ليش ما تبعت الملاءة شلون عطيتهم موافقة انهم يسويوا مؤتمرات وينصبون على الناس وهم ما عندهم رأسمال وياخذون ملايين وينشرونها بالجرايد ويسرقون فلوس الناس بين يوم وليلة ويروحوا شنو دورك شنو دور وزارة التجارة شل سويتها وزارة التجارة هذه كلها موجهة أسئلة لها وغيرها 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 وأيضا عندي أسئلة دقيقة ومحرجة ماليا راح تقدم فيها بعد العيد لما توصلني المستندات لاني أنا ما حب أسئلة لتكون عندي مستندات دقيقة ورح تصني مستندات بعد العيد وخلي جاوب عليها نفس الشي حين نقول له مثل ما قلنا اللي الثانين جاوب على أسئلتنا تتخذ إجراءات تصحح الوضع تقنعنا إنهم أخذوا جزائهم ماكو شي ما تجاوب على الأسئلة تلفوا الدور تعطينا إجابات غير مقنعة تحاول تحميهم ما تتخذ إجراءات حالك حال الوزراء اللي قبلك المنصة نحن والله ما قاعد نهدد نحن قاعد نعلمكم المرحلة قادمة أفضل تعامل من كده ما فيه وحنا ما ديني دينا لأبعد مدى كلها الاستجاوبات وكلها المواضيع الثلاثة ممكن تنتهي بثلاثة أشهر يدحلوها عطيتكم مواطن الخلل وموجودة ثلاثة أرباحة بأسئلتي تنحل تنتهي المشكلة أنا أعتقد أن المرحلة القادمة راح تكون فيها استجاوبات كبيرة وراح تكون مرحلة تدافع نيابي نحو إسقاط الوزراء الغير متعاون وهذه رسالتي اليوم أقدمها وعلى مجلس الوزراء اجتماعهم باتر أنهم يشوفون هذا الأمر ويتدارسونه لحل هذا الموضوع والموضوع لازم يعرفون أن الموضوع جدي للغاية شكرا شكرا